إنه التحدي الأكبر للمغرب خلال عام 2023 التضخم ارتفعت أسعار المواد الغذائية في البلاد بنسبة 14.4% بينما زادت أثمنة المواد الأخرى غير الغذائية بنسبة 4.5% هذه المتغيرات جعلت معدل التضخم في البلاد يصل إلى 6.6% وهو وضع كان من الصعب تفاديه في ظل تعاقب الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على المغرب بدءا بتفشي وباء كورونا ووصولا إلى الأزمة الأوكرانية وما كان لها من تداعيات على أسعار الغذاء والنفط وفيما حذر البنك الدولي من تأثير هذا الواقع سلبا على النمو الاقتصادي الوطني لهذا العام توقعت مندوبية التخطيط بالمغرب أن تلعب التدابير التي اتخذتها سلطات البلاد دورا محوريا في تحسين الأوضاع الاقتصادية فأمام موجة التضخم المتسارعة رفعت الحكومة من مخصصات صندوق المقاصة إلى ما يزيد على 3 مليارات دولار وهي آليات هدفها الرئيس دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خصصت الحكومة أيضا قرابة 500 مليون دولار لدعم العاملين في نقل المسافرين والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وتعول الرباط سنة 2023 على تعزيز الاستثمارات الانتاجية وقد أطلقت الحكومة سلسلة مبادرات تصب في هذا المجرى على رأسها مثاق الاستثمار الجديد ومبادرة أخرى تهدف لضخ استثمارات بـ 50 مليار دولار على مدى 5 سنوات ووفقا للمندوبية فإن ارتفاع صادرات الفوسفات وصناعة السيارات خلال الأشهر الأخيرة الماضية شكل أيضا انتعاشة كبيرة من شأنها المساهمة في خفض العجز التجاري خلال العام الجاري وتراهن السلطات المغربية بشكل كبير هذه السنة على موسم زراعي جيد لرفع الانتاج الوطني من الحبوب إلا أن هذا يبقى رهنا بكمية الأمطار التي ستستقبلها البلاد خلال 2023